السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاً أقول أنا سلفي وافتخر بالسلفية وأحب السلفية واموت في السلفية بقول لأخواننا مزمّل وشهاب ووباكر كل السلفيين وكل السلفين الموجودين في العالم كله إني أحبكم في الله وأقول للعلمانين والشويعين والبعثيين والجمهورين إني أبغذكم في الله أبغذكم في الله قال الله تعالى لا تجد قوم من يؤمنون بالله واليوم الآخر يهدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم في عدة نقاط أطرح إن شاء الله وعقب على أخواننا دين إن شاء الله كنت يوما في أبي حمامة زي ما قال شهاب في اللغة العربية في دحر فجر كثير من الناس يقولوا في أبو حمامة أنا ما ابتع لغة العربية لكن يهدون لكم كنت في أبي حمامة والشرطة اللي بص الوالجة بالدارج كذا الباص وقف طلعت في الباص وتليت الآية سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مغرنين وإن إلى ربنا لمقالبون والباص اتحرك بعد دقيقتين في شباب اتنين أشروا الباص وصعدوا الباص قالوا شكرا حمدوك أنا بقول إن هذه الدابة يعني سخرها الله سبحانه وتعالى لنا لنشكره بها ونعبده بها فقلنا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مغرنين هي لله وربنا يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعباء يلا الكيزان والعلمانيين مشتركوا في نقاط مع صوفية وديك مثالين هذا المثال الأول هو مثال صوفية ينسبون الأمر لشيوخهم هذا مثال الكيزان أما المثال الثاني مرة حضرت محاضرة للترابي في جامعة خرطون ميدان الغربي وكان نغط فيها علامات الساعة أنكر فيه علامات الساعة وعذاب القبر وحاجات كثيرة وفتح فرصة للمداخلة وكان خشي أقول مزمي الفقير وقاموا الدو فرصة دقيقتين فقط وبالحرفة الواحدة اسمحت الكرام وباشرة قال لهم لو قحيت فيها ما تكفيني وين الحرية فسينا منفتح لكم المين برضا أيزوا يقول لي كلامه ويرجع تاني ويردوا له الكيزان نفس المنهج تعالى المانيين أدوا فرصة بسيطة جدا جدا ونما نقام بالحرف الواحد مزمل قال للترابي أحدد لي الزمان والمكان في مناظرة في عذاب القبر ونما نشالوا منه المايك قطعوا منه المايك نهايي الترابي رد شنو قال لكم تقضون أوقاتكم في المرأة في الدقن شو طوله كيف والبنطلون طوله كيف والكيزان قاعدوا حقوا الله أكبر هي كلمة حق لكن أريد بها باطل فكيف الترابي يسخر من الدقن ويسخر من الثوب الغصير فهذا المثالين الألمانيين يشتركوا فيها في الصوفية مع الكيزان في نقطة الأثورة بتاعت الصين دي يعني رسول الله صلى مدنة تعليمات عجيبة إنه الإنسان لو عطس تقول لي رحمك الله ويروته ويقول ماذا يقول أفر الله لنا ولكم الآن أنا أتحدش يوعي الآن يمشي الصين ويعطس حدو طلقة طوالي شفت الكلام ده في اليوتيوب أبادوا الناس لأنه يعني خافوا يتفشى الوباء هنا حسماحة الإسلام لو الإنسان عطس يقول له رحمك الله ويروت غفر الله لي ولكم هناك الدق طلقة ويتحداك السهل الآن أمشي أعطي الصين في الصين نقطتان علمية ربنا قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض أنا بقول للأخوة الجمهورين الآن هذه النجمة أنت قلت محمود محمد طهي علم علم الله كم تبعد هذه النجمة مننا من الأرض هنا كم تبعد الكفار صنعوا طيارة عندما جساد تقول لك الالتفاع كذا وخط الطول كذا وخط العرض كذا هذه الطيارة الجماد بالعلم بتعالكمبيوتر تفهم الكلام ذا أنت قلت الإنسان هو كامل هو الله ويعلم علم الله كم تبعد هذه النجمة من الآن المداخلات بتاعة أخونا الشيخ جزاو الله خير يعني مداخلات مفيدة ما في تعليق عليها اللي هي مسألة إنه العلمانين والكيزان بتتفقوا في مسألة القمع وإنه دارين صوتهم هم ليصهر وما دارين أي زول معاون تاني يعني يبلغ أي كلام بخالف لهم وذي نقطة ملموس الناس شايفيننا الآن اتنين مسألة شكرا حمدوك المسألة دي أخونا بتحتاج إلى تعليق بتحتاج إلى تعليق شوف لو كان حمدوك أو أي بني آدم موجود إنت الضابط شنو كونك تقول شكرا ما هو الشكر دا مواجب علينا إنه أي زول قدام معروف نشكره صح نشكر أي زول قدام معروف لكن أنت بتشكر الإنسان فيما قدم من مجهوده هو يعني لو لقيت زول في الشارع أنت مقطوع للمواصلات ما لقيت مواصلات مقطوع في الشارع الشرطة وقف لك بتاع عربية ركبت معه لما نزلت قلت له شكرا في مشكلة هنا ما في مشكلة ليه لأنه قدم لك شنو معروف شكرته على المعروف بتاعه بس ويدخل في الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس لحد هنا ما عندنا مشكلة تقول شكرا الحمدوك ما عندنا مشكلة لكن لا يشكر الإنسان على فعل الله أفهم النقطة دي يعني أنا قمت من الصباح كده ده لقيت نفسي ما شاء الله نشيطه في عافية وصحة تمام وكده والنفس طالع ونازل وقلبي شغال وكده أموري كلها ظابطة أقول شكرا الحمدوك فهمت ده ما شغل الصوفي يا ذاته كما أبوي الشيخ ما كان لجينا كده واحد للليلة جنة ومشى على الرسل مرة وبعد ما دخل على المرة وكده وتسعة شهور بعد تسعة شهور يجي قلت دانيل أبوي الشيخ ده ما شغل الجماعة جنة البنقنق بجاي ده صوفي اللي بهينة ده واحد بطنطن بهينة عامل غالبة مكرر هالناس الواقفين جنبه ديل انت دارت يد قل لنا شكرا على البراية ولا شكرا منه يعني اترك الصوفية ديل أنا أنا اللي لمشكلتي شو ده موضوعي مع هذا ومع الكيزان القاعدين يا أخوان الصوفية ديل اتو لو ناس منصفين الناس العلمانين ديل لو منصفين اول ناس تهاجمهم مش نحنا جينا تكلمنا في المنبر دا نحنا رأينا في الكيزان معروفين زمان تهاجموا الصوفية لانه ديل اكبر مدد يتقدم للكيزان قدموا الصوفية من الزرائب حقتهم دي صح ولا ما صح الزريبة بيمشي بدون لاند كروزر لابوك الشيخ وستة شوالات بتاعت فتريتا ومعا بتاعت غاز وعجل بيطبحوا للشيخ بيجيب الزريبة بيصمتها بتقيف مع مع الكيزان الدعم الصوفية ديل منه غير الكيزان الدعم الصوفية في البلد دي منه الروج للبرعي وجماعته كلهم السمانية جناح البرعي والسمانية الغريبية وناس الكباش البيهنة في بحر منه روج لهم غير الكيزان والغريب العلمانين بيجوا بيتكلموا معنا نحنا بيقول لنا نحنا يتبعوا الكيزان وفي نفس الوقت ما بيسألوا الصوفية ليه لأنه شغل بتعكس ديل كلهم بيعتبروا انه الصوفية دي عبارة عن مادة خام ومهيئة لانه تتطوع على اي برنامج انت جده لو جد علماني الصوفية معاك كوز الصوفية معاك يا اخي المحتلين الاحتلال التركي المصري ناس اللي قرأت تاريخ لما انخش البلد دي الاحتلال التركي المصري لما انخش السودان الختمية عملوا شنو قالوا اليوم ما تجيفوا في وجه الاتراك والمحتلين لانه ديل غدر الله ديل غدر الله ما تجيفوا ضد غدر الله ديل مصوفية الفتحوا لهم ودخلهم ما كانوا هم الوقفين معام يا اخي اللي زيري اللي زيري قلزوا لما تغلب داك وقت مشى مارك في وين مارك في امريكا وقعد مع ناس الكونجرس وقال عمل اجتماعات معهم النتيجة طلعبا شنو قال ناس الكونجرس قالوا الصوفية هي الاسلام المعتدل وينبغي قال التعاون مع الصوفية بالله ديل مع اي زول ديل مع اي زول ليه لانه اصلا دينهم غير قائم على ولاء وبراء وحف الله وبوض في الله الدين كله ممحور حول الشيخ الدين ممحور حول الشيخ الشيخ الليلة ما تعرف برك الشيخ طار الشيخ مارك شنب ومن الغبر مارك قال كراعو بره الغبر طبقات وضيف الله قالوا اي زي الجامعة دي احنا قال اي ما ادي اسمه ثغافة اسلامية انا ما اعرف بغيره او لا قاعدة لاسا ما ادي اسمه ثغافة اسلامية بقراظ اظنوا الانس ثانية وثالتة او الاولى وثانية حاجة زي دي كده قرون فيها من الكتاب بتاع طبقات وضيف الله قال الشيخ طلع كراعو بره يعني طلع لشنو يعني يعني هانا سأولي شنو لقيتو مارك كراعو ويعني شنو اخدت لحينا اقرصو فيها يعني شنو طلع كراعو والشعب السوداني يستفيد من دراشات ابوك الشيخ دي شنو يعني كونه مارك بره الشوك يا كاعبا ماري الانتنة بتاعتو دي داري لك يطلش فيش نو بالضبط ما دي خرافات دي خرافات حتى الكتاب ده ناغشو رسالة بتاع الدكتورة جقال من كرامات ابويا الشيخ ناغشو في مصر قال قال من كرامات ابويا الشيخ انو البقرة تكلمت المناغش بتاعه قال لا سيدي كرامة للشيخ ولا للبقرة قال من كرامات ابويا الشيخ انو البقرة تكلمت شنو يعني بقرة تكلمت معك شنو ما تعملو نوهم سايا اخي شان كده يا اخوانا نحنا لمن زمان كنا في عهد الكيزان من اتكلم عن سيد قطب اتحدى اي علماني الليل اجيب لأي تسجيل ولا اي فيديو لعلماني تكلم عن عقيدة سيد قطب ومنهجه الان انتم تشتكوا من القمع بتاع الكيزان والقتل والتشريد اوه الى اخير التفاصيل دي ام تفيكن واحد يتكلم عن الجزور الفكرية للقتل عند الكيزان ما دي قاعدة في كتب سيد قطب اقرى كتاب العدالة الاجتماعية اخر صفحة الكيزان بيعتبروا انه اي زول من تمى للمذهب بتاع الكيزان فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه ده يبقى حلال الدم ما هم في النهاية القمع والقتل ده بيجي من جزور فكرية الشيعين لما كتلوا الانصار في الجزيرة ابا كتلهم بناء على جزور الفكرية والعقدية انت لو جاي تناقش اي فكر ناقش من خلال الجزور الايدولوجية الفكرية بتاعته من خلال مراجعه لكن متى يتتكلم لي عن اللي جينا كوز والله قابضوه ناقش وناس اللي جينا المغاومة قابضوا لهم كوز سارق لك روش ده شنو ده 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 شنو ده ده ما كلام منهجي ولا طرح علمي لانه يا اخوان اديكم معلومة كتير من الناس الليلة شوف في البلد دي كتير من الناس اختلفوا مع الكيزان سياسيا واتفقوا مع الكيزان منهجيا يعني الواحد منهم بيقول لك الكيزان عملوا الكيزان سو احي زعلان من الكيزان لكن لما انتجي انت تفتشوا هو ذاته من ناحية فكرية وعقدية ومن ناحية سلوكية بتلقاوا كوز هو الكوز ده شنو يعني لو جيت الان قلت لك يا اخي عرف لي الكوز لغة واصطلاحا شنو يعني الكوز ما له عنده جرون شنوه الكوز انت في النهاية حتى ترجع تقول لي يا اخي في صفات معينة دي صفات الكوز بيكذب بيزور بيغش بيأكل حق الناس الى اخره طيب هل يا اخواننا السلوكيات ده سؤال مطروح للجميع والعلمانين دارين منهم الاجابة هل هذه السلوكيات والعقايد محصورة فقط في الكيزان نحن سودانين هل السلوكيات بتاع تكذب ولفه دور واقتل ها وشيل السيخة واضرب وقمع اي زول ما متفق معاك هل هذه السلوكيات محصورة فقط في الكيزان الاجابة لا بل العلمانين ما يختلفوا مع الكيزان ولا في سلوك واحد من السلوكيات دي كله اذا يا اخواننا انتو زادكم الشباب اطلعوا الثورة مفترض تراجعوا ثورتكم دي ونحن ان صح تعبير الثورة نحن بنعتبر ان صح التعبير بنعتبر ثورتنا ثورة قيم ما ثورة دارين نستولي لنا على سلطة ولا نمسك لنا كرسي انما نحن نحارب القيم السيئة الموجودة ان كانت القيم دي تحت مسمى الكيزان او تحت مسمى العلمانية او تحت اي مسمى تاني ودي الثورة ان صح التعبير الحقيقية والصحيحة ودي الممكن تودي بلدنا لجدام لكن ماذا يستفيد السودان من استبدال انسان يعني فسد واكل وسرج ونمشي وقمع ونشيله ونجيب واحد تاني شان يسرق ويقمع ويقتل من جديد من جديد اقل لها كان تصبروا على داك لانه بكون شبع اقل لها بكون شبع ما ممكن نجي ليلة لواحد شان يجي يبدأ من جديد تاني من شابتر ون يبدأ معنا شابتر ون سرقة وشابتر تو وشابتر ثري يبدأ معنا احتيال وشابتر فور يبقى قمع ليه يا اخواننا ياخد تسرقة واخير لك من المعرف تسرقة ويبتكون كيف زاتها فما نبقى نحن احنا ناس زي الغبيانين في ناس والله زي السكارة زي السكارة يجيو غشوم يا شباب وطلعوا ولا بد من الثورة اهان شان شنو العيش شايفين العيش غالي كيف والبنزين وووو الشباب طلعوا وينو العيش اسي مافتر الشغلة به عيش وبنزين وكله كله البلد سجم رماد في رماد وليس زي اللقاء